مايكل كورليوني توني مونتانا فرانك سلاد فينسينت هانا شايفين الإبداع هذا كله؟ شايفين العظمة هذه كلها هيتخيلوا أن واحد من أصحابي يسميه الكابتشينو يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم راح نتكلم عن الممثل الكبير والرائع ألفريد وجيمس باتشينو أو مثل ما عرفناه الباتشينو يا جماعة من بين ممثلين كثير أحبهم وأحترمهم هذا الممثل بالتحديد له معزة خاصة جدا دوره في فيلم سينف و ومن يظل واحد من أجمل وأروع على دوار اللي قدمها بالنسبة لي وحرفيا أنهيت الفيلم مرتين وأنا على فمي ابتسامة عريضة فشكرا الباتشينو المهم يا جماعة الباتشينو واحد من الممثلين القليلين اللي حصلوا على التاج الثلاثي للتمثيل وفي حال أنك ما قد سمعت عن التاج الثلاثي للتمثيل هو لقب يمنح للممثلين اللي قدروا أنهم يفوزون بثلاث جوائز في عالم السينما والتلفزيون والمسرح والثلاث الجوائز هي الأوسكار والأيمي وجائزة توني المسرحية فهمتوا الحين ليش سموه التاج الثلاثي للتمثيل؟ لا يا وجيه ممكن تشرح لنا لأنه حصد جائزة في مجال الأفلام الأوسكار وجائزة في مجال المسلسلات الأيمي وجائزة في مجال المسرح جائزة توني ثلاث جوائز التاج الثلاثي للتمثيل احفظوها عندكم توقع كذا وضحت الفكرة تاج الثلاثي للتمثيل ثلاث جوائز ولد البتشينو عام 1940 في أمريكا أمه وأبوه أمريكيين مهاجرين من أصول إيطالية وينحدرهم بالتحديد من جزيرة سقلية الإيطالية ليش قاعد أشر هنا؟ أمه وأبوه انفصلوا عمره فقط سنتين وعاش وتربى مع والدته وجده وجدته وفي لقاء له قال البتشينو كان والدي في الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية ولم تتح لي الظروف الفرصة كي أتعرف عليه جيدا انفصلا والدي بعد الحرب ونشأت في كنف والدتي وأبويها بعدين إيش قصة أم الممثلين كلهم من عائلات مفككة؟ للحين تكلمنا في القناة عن أكثر من ممثل ليو أمه وأبوه انفصلوا كيانو ريفز أمه وأبوه انفصلوا والحين كمان البتشينو أمه وأبوه انفصلوا حاجة غريبة المهم قال البتشينو وقع في حب المسرح وبدأ ياخذ دروس في التمثيل من يوم كان مراحق ومثل كثير من الممثلين بدأ في مجال المسرح وقدم أدوار عديدة على خشبة المسرح وبعدها انتقل إلى عالم السينما والتلفزيون ومن القصص اللي رواها قال البتشينو اللي وضحت حبه للتمثيل من يومه صغير يقول أمي كانت دائما تأخذني للسينما ولما نرجع للبيت أجلس أقلد كل الأدوار أو معظم الأدوار اللي شفناها في السينما وبرضه من الأشياء المثيرة للاهتمام تخيلوا انه كان خجول في بداياته يعني لما يتكلموا معه طاقم العمل أو المخرجين أو أي أحد يرد عليهم بكل خجل وهدوء ولكن من اللحظة اللي يطلع فيها على خشبة المسرح أو اللحظة اللي يسمع فيها المخرج يقول أكشن برضو قاعد أشر هنا مدريش السالفة يتحول لشخص ثاني ويتقمص أدواره بكل احترافية وعلى طار الاحترافية يقول لي ستراسبرغ في وصف البتشينو بعض الممثلين يؤدون الشخصيات أما البتشينو فإنه يصبح الشخصية إنه ينتحل هويتها كليا إلى حد أنه يستمر في عيش الدور فترة طويلة بعد الانتهاء من الفيلم أو المسرحية يب هذا كلام لي ستراسبرغ وفي حال إنكم ما قد سمعتم عن لي ستراسبرغ هذا أحد أساتذة التمثيل وأحد مطوري الميثود أكتنج أو التمثيل المنهجي والميثود أكتنج أو التمثيل المنهجي هو أسلوب من أساليب إتقان الأدوار واللي يخلي الممثل أو الممثلة يعيشون ويتقمصون الدور لدرجة تخليك تشك إنه تمثيل بمعنى أصح يلبسون الشخصية أو الدور لبس يخلوك تشوف المشهد بشكل واقعي جداً ولا كأنه مشهد من خلف الكاميرا نهائياً المهم من بين مجموعة من الممثلين الكبار اللي تدربوا على يد هذا الأستاذ الكبير لي ستراسبرغ كان البتشينو برضو أحد تلامذته وكلنا شايفين كيف البتشينو دائماً يقدم أدواره بأكمل وجه وبكل إبداع والفضل يعود لموهبته أكيد وبرضوه لأستاذه ومدربه لي ستراسبرغ المهم يا جماعة أمثل في المسرح فترة طويلة وقدم أدوار عديدة وفي العام 1969 حصل على أول دور له في فيلم اسمه مي ناتالي وكان دورو ثانوي وحتى الفيلم ما كان هذاك الزود ولكن كانت هذهك بدايته في عالم الأفلام عام 1969 المهم بعدها في العام 1971 مثل في فيلم اسمه The Panic in Needle Bark وكان دورو يجسد شخصية مدمن مخدرات يا جماعة دورو في هذاك الفيلم كان رائع بما فيها الكفاية وأعجب النقاد والجمهور وكثير من رواد السينما في هذه الفترة وكان سبب في شهرته لدرجة أنه بعد هذاك الفيلم جاه أهم عرض في مسيرة المهنية وهو دورو في فيلم God Father عام 1972 وما كان أي دور كان دور رئيسي وترشح عنه لجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرة المهنية ما أتصور فرحته لما جاه العرض ما أتوقع عشان فيلم God Father ولكن لأنه بيمثل جنبا إلى جنب مع العظيم مارلون براندو يا ابن المحظوظة بس لحظة تدرون أنه كان بيرفض الدور والسبب كان غريب جدا يقول البتشينو كنت أطمح لدور كوميدي لأن الناس تحب الكوميديا في هذه الفترة أسكت 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 لا أحد يسمعك الله يرضى عليك برضي يقول البتشينو في أحد اللقاءة أنه طاقم الممثلين في God Father ما كانوا يبغونوا يمسك الدور أبدا كونوا وجه جديد وغير معروف حسد يا لطيف المهم بعد دوره في العراب أو God Father خلاص شع نوره وزادت شهرته أكثر وأكثر ومثل في الجزء الثاني والجزء الثالث من God Father obviously وصارت شخصية مايكل أحد أقوى الأدوار اللي قدمها البتشينو وتم تخليدها في تاريخ السينما إلى يومنا هذا بعدها خلاص بدأت تتوالع عليها العروض من كل حدب وصوب كل المخرجين يطمحون أنهم يشتغلوا مع هذا الممثل الكبير ألبتشينو ومثل بعدها في أفلام كثيرة وترشيح للأوسكار سبع مرات أما في العام 1992 السنة اللي تولدت فيها أنا ترشيح للأوسكار عن دوره الأسطوري في فيلم سين أوف ها وومن وفاز بأول جائزة أوسكار له برضو من بين أدواره المميزة الثانية اللي تستحق الذكر دوره في فيلم سكار فيس عام 1983 ودوره في فيلم كارليتوس واي عام 1993 ودوره برضو في فيلم هيت عام 1995 ودوره في فيلم دوني براسكو عام 1997 ودوره في فيلم محام الشيطان عام 1997 ودوره برضو في فيلم إنسايدر عام 1999 وكمان دوره في فيلم كريستفور نولن إنسومينيا عام 2002 ما عرف أن طوقها صراحة بس إن شاء الله أنها إنسومينيا اللي هي يعني أرق كل الأدوار هذه اللي ذكرتها كانت من أهم الأدوار اللي قدمها وجسد شخصياتها بشكل رائع وقوي بالإضافة إلى أدوار كثيرة ثانية قدمها بشكل خنفشاري وللأمانة في أفلام كثيرة برضو كانت سيئة ولكن كان دائماً أداء البتشينو يشفع له حتى لو كان الفيلم سيئة أما في عالم التلفزيون أو المسلسلات البتشينو مثل في العديد من الأعمال اللي أنتجتها ومن ضمنها المسلسل القصير أنجلز إن أميركا عام 2003 عام 2003 وفيلم السيرة الذاتية التلفزيوني يودونت نو جاك عام 2010 وترشح للأيمي عن العملين وفاز فيهم وعلى طار الترشيحات خلوني أضيف لكم هذه المعلومة غير اللي ذكرناها في بداية الفيديو إجمال الترشيحات اللي ترشح لها ألبتشينو في مسيرة المهنية هي 114 جائزة مختلفة وفاز ب51 جائزة منها من ضمنها الأوسكار مرة واحدة والأيمي مرتين وجائزة توني المسرحية واللي منحته لقب التاج الثلاثي للتمثيل مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو بعد كذا عندنا ألبتشينو ذاكرته المشوشة صراحة مالومة رجال كبير في السن عمره ثمانين البتشينو يا جماع عنده مشكلة مع الذكريات يقول إنه ما يقدر يفتكر فترة السبعينات بشكل جيد ويحس إنه ما عاشها من الأساس بالرغم من إنها أهم فترة في حياته المهنية وفي لقاء له قال سألني أحدهم عن فترة السبعينات ولكني لم أتذكر شيئا ولا أستطيع تجميع تفاصيل نسيتها صحيح أنه لدي لحظات معينة أتذكرها إلا أن هناك أفلام شاركت فيها فقط لأنهم سيضعون اسمي على الملصق الدعائي لا أكثر ما أدري بس أحس كلامه منطقي يا جماعة أنا لما أحاول أفتكر أيام الثانوية والجامعة أحس إنه فعلا ما أقدر أفتكر تفاصيل كثيرة وكأنه حلم مر علي ولكن هذه حياتي أنا الوجيه لكن هذا البتشينو مفروض ما ينسى حياته مدري ما علينا برضه في موقف طريف له أثناء تقديمه لعرض مسرحي بعنوان هيو في عام 2006 وهو على خشبة المسرح دق جوال أحد المتواجدين من الجمهور تخيلوا إيش سوى نزل البتشينو من على المسرح وراح عند الرجال ومسك جواله ورد على التليفون وقال أنا جالس أحاول أقدم عرض مسرحي هنا ممكن معا تتصل ما أعرف وش كانت ردة فعل صاحب الجوال ولكن القاعة تحولت إلى كومه من الضحك وبعدها كملوا المسرحية وفي موقف ثاني له برضه واللي يبين حدة أطباعه كان جالس مع واحد من أصدقائه في مطعم ما أعرف اش اللي حصل بالتحديد ولكن المهم أنه سيري البنت اللي في جوالات الآيفون تكلمت من يعرف كيف طلع صوتها بطريقة ما عصب أخونا في الله البتشينو مسك الجوال وضربوا في الأرض إلى أن نكسر وقال الساحرة هذه ما رح أسمح لها تتكلم معايا مرة ثانية أوكي آسفين جيبولو يا جماعة جوال نوكيا أما بالنسبة لحياته الشخصية البتشينو في حياته ما تزوج أبدا ويرفض فكرة الزواج تماما ستيل عنده ثلاثة أبناء بنت من حبيبته مدربة التمثيل جان تارنت وتوأم من حبيبته الثانية الممثلة بيفرلي دي أنجيلو أذا أبدأ يا جماعة أنه دخل في علاقات كثيرة ودائما ينتهي الحال فيه بالانفصال وأطول علاقة استمرت معها تقريبا لعشر سنوات كانت مع الممثلة الأرجنتينية لوزيلا بولاك أو لوزيلا بولاك مدري كيف ينطق اسمها يا هذه كانت أطول فترة له يعني تقريبا عشر سنوات والظاهر أنه متأثر من مقولته في فيلم سينتوفا وومن يوم قال النساء لا نستطيع العيشة معهن ولا نستطيع العيشة بدونهن كلام كبير يا أبو تشينو وعلى طال المقولات خلونا نختتم هذا الفيديو ببعض المقولات اللي قالها ألبتشينو سواء من أفلامه أو من مقولاته الشخصية من مقولات ألبتشينو الشخصية يقول أنا بخير لأنني توقفت عن منح الفرص لمن لا يستحق لأنني كبرت على فكرة العيش على محاولة إرضاء الجميع ولم أعد أهتم لما يقوله الكثير عني مقولة ثانية برضو من فيلم سكارفيس مثيرة للاهتمام حقيقة يقول أنني أقول الحقيقة دائما حتى وأنا أكذب مقولة ثانية برضو لألبتشينو من فيلم فرانكي أند جوني كان يقول فيل البنت اللي معاه أنا أعطيتك 10 مليون دولار وهو أعطاكي 20 مليون دولار أنت تتوقعين أنه أفضل مني لأنه أعطاكي أكثر مني صح؟ لكن هو عنده 200 مليون وأنا عندي بس 10 مليون واو واو خلونا كمان ناخذ مقولة أخيرة يقول ألبتشينو أننا نموت مرتين مرة واحدة عندما يترك نفسنا الأخير وجسدنا ومرة عندما يقول آخر شخص نعرفه اسمنا ختاما عمر ألبتشينو إلى تاريخ هذا الفيديو 80 عاما وما زال عنده بعض الأدوار اللي بيقدمها مستقبلا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو شاركونا أفلامكم المفضلة لهذا الممثل الرائع في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب أيها العظماء كان معكم الوجيه في أمان الله